أعلن أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ونوابه بمجلسي النواب وشيوخ موافقتهم بالإجماع على ترشح عبدالسند يماما ووقوفهم خلف مرشح الحزب ورئيسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء ذلك خلال الاتباع المشترك الذي عقد برئاسة عبدالسند يماما وأكد رئيس الحزب أنه حصل على تسكية نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في انتخابات الرئاسة بنسبة 92% بما يعادل تسكية 27 نائبا كما كشف رئيس الوفد عن بعض السطور العريضة لملامح البرنامج الانتخابية